أهلاً بحضراتكم فيما وراء الحدث أنا مروش إبراهيم اليوم يكون معنا فقرتين الفقرة التانية هنتكلم فيها عن المناطق اللوجستية اللي بتنفذها حالياً وزارة التموين في عدد كبير من محافظات الجمهورية إزاي هتكون هذه المناطق ليعامل جذب للاستثمار وفي نفس الوقت هتوفر استلعب أسعار معقولة يكون معنا الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في الفقرة التانية الحقيقة أو في فقرتنا الأولى هنحب نتكلم عن أهمية التواجد المصري من خلال الاستثمار في الدول الأفريقية وطبعاً لا يوجد أي شك أن القرى الأفريقية كانت وما زالت هي أرض بكر لكل أنواع الاستثمارات فوز شركة المقاولون العرب بمنقصة إنشاء سد ستاجلر جوج في تنزانيا بيعيد فتح صفحة الاستثمارات المصرية في أفريقيا مع ضرورة حث المستثمرين المصريين للتوجه إلى هذه السوق الوعدة حول مستقبل الاستثمارات المصرية في أفريقيا والتركيز تحديداً على المناقصة اللي فازت بيها شركة المقاولون العرب لإنشاء سد ستاجلر جوج في تنزانيا هيكون معنا ضفنة الكريم في الاستوديو دكتور عباس شراقي أستاذ الديولوجيا والموارد المائية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا الحقيقة خبر سعيد بالتأكيد وخبر جيد بيعيد إلى الأذهان الدور الرياضي لمصر في حقب سابقة في القارة الإفريقية لكن محتاجين نفهم أكتر عن أهمية هذا استاذ وأبعاده والقيمة التنموية اللي هيتركها بالنسبة لدولة تنزانيا وأهمية تنزانيا تحديداً من نسبة لها الحقيقة هي خطوة رائعة أننا نرى شركة مصرية تفوز بمشروع في حجم سد ستيجلر لأن هذا السد لما نعرف تكلفته 3.6 مليار دولار هذا رقم ضخم المأولين العرب الحقيقة موجودة بمشروعات بالدولات أكتر من 60 سنة منذ ناشئة المأولين العرب موجودة في القارة الإفريقية في أكتر من 20 دولة إفريقية مجموع السمارات المأولين العرب في القارة الإفريقية حوالي 1.5 مليار دولار لما نجد أن مشروع واحد بـ 3.6 مليار دولار يعني ده نقلة كبيرة جداً وأن هي الشركة الرئيسية في بناء هذا المشروع ومعها شركة السويدي إلكتريك لأن برضو فيه طبعاً هذا السد الهدف الرئيسي منه توليد كهرباء وبالتالي فيه التوربينات وهناك أيضاً شبكة توزيع كهرباء سوف يتم عملها أعتقد أن شركة أو شبكة التوزيع تختلف عن ميزانية السد نفسه وبالتالي هذا المشروع مشروع ضخم هذا السد ده هيبقى أكبر سد في تنزانيا وهيولد كهرباء حوالي 2100 ميجاوات هذا الرقم يعني هو تقريباً هو قد كهرباء السد العالي ولما نشوف كهرباء تنزانيا كدولة على فكرة تنزانيا كدولة مساحتها تقريباً قد مساحت مصر ما يقرب من مليون كيلومتر مربع عدد سكانها 50 مليون نسمة كمية الكهرباء المولدة حالياً داخل تنزانيا 1500 ميجاوات هذا الرقم متواضع للغاية بالظبط ده يساوي ما تنتجه محطة شبرة ولا يوقف بتأكيد كل احتياجات تنزانيا لا طبعاً يعني من 70% لـ 80% من الشعب التنزاني ما عندوش كهرباء لأن 1500 ميجا على 50 مليون طبعاً يعملوش حاجة احنا عندنا في مصر 45000 ميجا على 100 مليون وبالتالي فهم دولة عندها نقص شديد جداً في الطاقة لكن عندها المصادر المصادر الطاقة المصدر الرئيسي للطاقة في تنزانيا هو الطاقة المائية لأن تنزانيا بها كمية كبيرة جداً من المياه فيها عندها أمطار طول العام والحقيقة فينا مفرقة غريبة واللي صالح مصر إن الأمطار في تنزانيا معظم السنة معادة ثلاث شهور بتتوقف فيهم الأمطار الثلاث شهور اللي بتتوقف فيهم الأمطار في تنزانيا هم اللي بتسقط فيهم الأمطار في إثيوبيا وبالتالي احنا مصدر النيل من مصدرين رئيسيين من بحيرة فيكتوريا وهنا تنزانيا ومن إثيوبيا إثيوبيا 85% الوقت اللي بتتوقف في تنزانيا عن المطر بيكون بيبدأ بغزارة في إثيوبيا ودي بيارضوا لحكمة إن فعلاً لو مياه إثيوبيا مع مياه تنزانيا لو بيجوا في وقت واحد بيحصل فيضانات كبيرة جداً فإذاً البيئة التنزانية بيئة جبال وعندها جبل كليمنجارو ده أعلى قمة في القرى الإفريقية حوالي 6000 متر فوق سطح البحر هذه الطبيعة الجبالية وأمطار 9 شهور في السنة وكمية الأمطار تفوق الأمطار في إثيوبيا يعني بنتعدى الألف مليار متر مكعب أمطار وبالتالي قال ديها موارد ضخمة بالضبط إحنا لو تكلمنا على موارد تنزانيا بمفراتها ولو تم استغلالها لا تكفي القرى الإفريقية يعني نبدأ نقول إنه دخول شركة المقونون العرب بعد فوزها بالمناقصة اللي ترحت العام الماضي يقدر يكون بداية لعدد آخر من الاستثمارات اللي ممكن تساهم في المنفع الجانبين مصر تستفيد الشركات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة وتنزانيا تستفيد بالإضافة بقى البعد الاستراتيجي الآخر وهو التعاون وتقوية أواصل التعاون بين الدولتين وهنا عايزة أتكلم عن هذا البعد يعني إيه البعد الاستراتيجي السياسي في دخول مصر في هذا المشروع العملاق ومسندتها لدولة تنزانيا الحقيقة تنزانيا هي إحدى دول الحوض الحداشر عندنا حداشر دولة من دول المنابع فيه ست دول رئيسية منهم يعني بنتكلم على إثيوبيا وأغندا وتنزانيا تعتبر يعني الدولة الدولة رقم ثلاثة الرئيسية فيه من دول المنابع تنزانيا يعني دولة لها كلمة في حوض النيل والحقيقة علاقتها بمصر طيبة للغاية والمقاولين العرب موجودين في تنزانيا من سنوات سابقة مش أول مرة ونفتكر زيارة المهندس برايم محلب لتنزانيا في 2014 وهو كان رئيس الوزراء لأنه زار قبل كده تنزانيا والمقاولين العرب لها مشروعات في تنزانيا زي بقية الدول الإفريقية زي تشاد وغينيا الإسرائية وغيرها فالحقيقة في تنزانيا يمكن عرضوا أيامها أن طبعا في مشكلة ما بين مصر ودول المنابع في اتفاقية عن تيبي لأن هناك بعض البنود اللي فيها خلاف مصر غير رضي يعني يعني فيها عندنا حوالي بندين ثلاثة فيهم خلاف شديد وبالتالي تنزانيا عرضت أن ممكن نفتح المجال مرة أخرى ونناقش هذه البنود كون أن تنزانيا تتبرع من عدة سنوات أنها تقوم بهذا الدور وتناقش البنود الخلافية من أجل عودة مصر إلى دول حوض النيل مرة تانية وخصوصا في اتفاقية عن تيبي ده يعني خطوة كبيرة جدا وخطوة مهمة ويساعدها في كده علاقة مصر القوية بالكونغو إحدى الدول الأخرى وبالرئيس موسيفيني رئيس غندا وطبعا عندنا بيعان السودان في هذه الحالة ممكن نبدأ فعلا الحوار مع دول الحوض ويعود التعاون مرة تانية أيضا إحنا لنا بما أن تنزانيا دولة لها قيمة كبيرة بالنسبة للمصر بش بس مائيا وزارة الرأي لها مشروعات داخل تنزانيا بغرض المساعدة يعني إحنا بلنحفر مجموعة من الأبار الجوفية لأن تنزانيا من ناحية المائية لديها الأمطار الغزيرة اللي ذكرناها ولديها يعني عشرات الأنهار الكبرى من هذه الأنهار وأيضا بحيرات عندها بحيرات في بحيرة فيكتوريا ودي أكبر بحيرة في القارة الإفريقية من حيث المساحة وتاني من أكبر بحيرات في العالم كمان يعني أيضا عندنا بحيرة تنجانيقة موجودة أيضا هذه البحيرة تنجانيقة فيها الكمية كبيرة جدا من المياه عمق المياه فيها بيصل إلى ألف وربعمائة متر لما نشوف بحيرة ناصر بنكلم على 25 متر كمية المياه الموجودة في بحيرة فيكتوريا بالإضافة إلى بحيرة تنجانيقة وبحيرة أخرى ثالثة باسمها بحيرة ملاوي الثلاث بحيرات فيهم كمية من المياه تكفي سكان الكرة الأرضية لمدة أربح سنوات متتالية بدون أي مصدر آخر يعني هل أقدر أنا كدولة كمصر أستفيد من وفرة المياه لدى تنزانيا بحيث أن هي تكون يعني ملاذلية لو أنا حصل عندي أي نقص في المياه هل نقدر أو التعاون الحاصل من مصر وتنزانيا هيمكنها من الأمر ده؟ نحن عندنا فيه مصدرين ممكن نعمله طريق أن نعمل مشروعات داخل تنزانيا وهنا بتتكلم على بحيرة فيكتوريا لأن تنزانيا لها نصف بحيرة فيكتوريا وعندنا فيه أغندا لها حوالي 40% وكينيا حوالي 10% إذن أي مشروعات في بحيرة فيكتوريا اللي هي مصدر الأول لنهر النيل البداية من بحيرة فيكتوريا بالتالي إحنا ممكن هنا بنزود كمية المياه اللي بتضخ منها عبر سد قوين في أغندا إذن أي مشروعات في بحيرة فيكتوريا نفسها أو في الروافد اللي بتصب في بحيرة فيكتوريا ممكن يزود المياه بطريقة مباشرة هيزود نصيبي أنا من المياه لكن هنا فيه مشروط بحاجة واحدة بحاجة رئيسية جدا إن نسلك القنوات في جنوب السودان لأن من بحيرة فيكتوريا المياه بتدخل جنوب السودان لأن جنوب السودان مش مهيأ ما عندوش أنهار المياه تمشي فيها فبتنساب وتعمل مستنقعات لو أنا عملت مشروعات في أغندا أو في تنزانيا ليس لها أي قيمة لأن المياه هتدخل السودان وهتنساب في المستنقعات طب هو إحنا بالفعل لدينا مشروع لإقامة سد في مطقة أو في دولة جنوب السودان هل ده هيكون له علاقة هذا المشروع هيكون جزء منه هو سد أو يعني فتح القنوات الحضراء كذكرتها واللي ممكن من خلالها تنساب المياه وتصل تزود حصة مصر السد اللي يمكن يعني تم الإعلان عنه مؤخرا فيه جنوب السودان اسمه سد نو على أحد الروافد عندنا في بحر الغزال ما له علاقة هو ليس له علاقة بالمياه التي تأتي إلى مصر ولكن هو سد الغرض منه توليد جزء من الكهرباء لإخواننا في جنوب السودان لكن المشروع الرئيسي في جنوب السودان اللي ممكن يزيد من الحصة المائية للسودان والمصر هو قناة جونجلي هذه القناة طولها 360 كيلو تم بالفعل إنجاز حوالي 260 وباقي 100 كيلو لكن للظروف اللي بتمر بيها دولة جنوب السودان من قبل ما تنفصل هناك الحروب الأهلية ثم بعد كده الانفصال والحروب مع شمال السودان في مشاكل كبيرة جدا محتاجة يعني عودة الاستقرار لدولة جنوب السودان محتاجة توافق كبير بين الدولة المصرية ودولة جنوب السودان وإحنا تفاقلنا لما حصلت ثورة يناير بعدها مباشرة أو كان تزامن مع إنشاء أو تكوين دولة جنوب السودان الجديدة لأنها حصل الاستفتاء في يناير 2011 وتقوية الإعلان عن الدولة في منتصف العام قنات جونجلي اللي حضرك أشرت إليها هل هيكون أو هتكون مرتبطة بزيادة حصد مصر من المياه أو هتنعكس عليها بشكل من الأشكال؟ لا طبعا هي إحنا عندنا زي ما قلت لحضرتك إن المياه لما بتدخل جنوب السودان ما بتلاقيش مجرى تمشي فيه فبينساد فإحنا مياه النيل اللي بتأتي من أغاندا ومن تنزانيا ودول المنابع الاستوائية لما بتدخل جنوب السودان بنفقد إحنا كمصر والسودان بنفقد 10 مليار متر مكعب داخل جنوب السودان جنوب السودان عنده أمطار تعادل الأمطار الإثيوبية ومع ذلك لا نستفيد منها بمتر واحد بل بنفقد فيها 10 مليار إذن أي مشروع من خلاله يتم عمل قناة للمياه أنها تمر فيها ده يزيد من حصة المائية المصر قناة جونجلي مخصص أنها توفر 4 مليار متر مكعب منهم اتنين احنا متفقين مع السودان باتفاقية 59 إن أي مشروع ده يزيد الحصة يتم توزيعها مناصفة تقاسم الحصة تقاسم الزيادة في المياه وأيضا تقاسم الخسورة بمعنى أن لو سد زي سد النهضة هيخصر مثلا مصر والسودان 4 مليار يبقى مصر تتحمل اتنين والسودان تتحمل اتنين إذن هذه المشروعات تزيد مباشرة المياه المصرية هناك أيضا طريقة أخرى للاستغلال مش لازما المياه يعني لو أنا مثلا أعمل في تنزانيا ممكن نعمل مشروعات ممكن مصر تحصل على مساحات كبيرة من الأراضي في تنزانيا وتزرعها لحسابنا وبالتالي نزرع فيها المحاصيل اللي احنا هنا شايفين أنها شرهة للميازة الأرز نزرع الأرز هناك وننقله محاصيل وخصوصا أن تنزانيا لها مواني على المحيط الهندي ومنه الباب المندب وتوصل ناصر عن طريق البحر الأحمر يعني إذن حتى لو حسبنا تكاليف النقل والزراعة ممكن تبقى أقل من استراضه من الخارج وبالتالي بقى هنا فيه تعاون كبير إذن أنا نقلت مية بس بطريقة مية مجففة على هيئة حبوب فإذن بهذا الشكل نقدر نزرع هناك أيضا غير المحاصيل هناك الثروة الحيوانية تنزانيا تالت دولة في القرى الإفريقية في الثروة الحيوانية بعد السودان وإثيوبيا وإحنا الحياة سايبينهم وبنجيب لحوم من البرازيل وغيرها فلا يعني لهم حق أنهم يزعلوا فبالتالي عودة للدول الإفريقية دولة زي تنزانيا نعمل فيها المشروعات بما أن إحنا ذكرنا دلوقتي أنه ما عندهاش كهرباء يبقى عايزة مشروعات عايزة بنية تحتية ولما نقول بنية تحتية يبقى المقاولين العرب تفضلوا فيه طرق وفيه كباري وفيه مباني وفيه محطات مياه ومحطات صرف ومشروعات ري كل ده مطلوب حاليا في تنزانيا ومصر بتستفيد منه طبعا فيه استفادة هنا الحقيقة يعني التعاون في الحالة دي فيه استفادة للطرفين تنزانيا تبنى من جديد ويبقى فيه تنمية داخل تنزانيا وأيضا مصر أنه احنا بنستثمر داخل تنزانيا في المحاصيل وفي المواد اللي احنا عايزينها أمننا الغذائي وأمننا المائي بالإضافة إلى أن تنزانيا وغيرها سوء للمنتجات المصرية يعني احنا دلوقتي لما يبقى فيه كهرباء في تنزانيا عايزين أدوات كهربائية سواء إلكترونية أو حتى الأسلاك البسيطة شركة سويدي بقى تشتغل والكابلات ونوزع هناك هذه المنتجات لما نتكلم على الملابس المنسوجات وغير 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 إذن الأدوية يعني الدول الفرقية يعني للأسف الأمراض منتشرة فيها فمحتاجة علاج محتاجة أدوية ومصر الحقيقة رائدة في صناعة الأدوية وبأسعار يعني لا تقبل المنافسة من الشركات الأوروبية الآن أشكر حضرتك جزيلا دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بمعهد المحوط والدراسات الأفريقية شكرا جزيلا لمعانومات حضرتك والوقتك معنا متشكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لك